دعت المعارضة الإيرانية الكونغرس الأمريكي إلى موقف متشدد من النظام الإيراني فيما اتهمت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهورية مارتا ماكسالي تهران بأنها دولة قمعية وإرهابية وتعتدي على جيرانها دعمت بشكل كامل انتحاب الرئيس من الاتفاق النووي وأدعم حملة الضغط القصوى في المقابل أوصل السناتور الديمقراطي بن كاردين رسالة تأييد لكنه أكد أن الإدارة الأمريكية لا تملك تفويضا من الكونغرس بشن حرب ضد إيران كان لافتا أن مستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما شارك في المناسبة صعقت عندما اكتشفت مخيم أشرف وما هو تنظيم مجاهدي خلق ولا أدري لماذا لم أعلم به حيث لم ينبهني أحد إلى ذلك عندما كنت مستشار الأمن القومي لكن جونز رفض مرتين خلال التحدث إلينا المقارنة بين التظاهرات العام 2009 وتظاهرات هذا العام الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى يجب أن تشجع سقوط النظام عرضت المعارضة الإيرانية مشاهد كثيرة لحملة القمع خلال الأسبوع الماضية لكنها شددت على استمرارها وعلى تصاعد المعارضة ضد النظام الإيراني هذا يحدث الآن في كرمنشا زعيم قبيلة قتل على يد عناصر النظام والألاف جاءوا لحضور جلازته وتريد المعارضة الإيرانية تأكيد أن هذه التظاهرات سيكون لها تأثير دائم فيرغان ما الحدث واشنطن ترجمة نانسي قنقر